بسمع مني اليوم رح نعرف أكتر عن كيفية الوقاية من بعض أمراض القلب مع دكتور روبير فخوري اختصاصي بأمراض القلب والتمييل صباح الخير دكتور بوزور ماجي بوزور دكتور خليني بلش بالأول اسألك سؤال هيك كثير من الناس بيسألوه أنه إذا حدا صار معه مشكلة بالقلب فوجائية يعني على أثر يمكن صدمة أو خبر يمكن مش حلو أو أي صدمة بيعيشها بحياته بنقول عمل كريزة قلب يعني هالشخص صار عنده مرض القلب مضبوط نسمعها كثير أنه نحن نشوف كثير على أثر الشوك صدمة استرس أو بيعملوا بيعملوا مشكل قلب نعم بس نقول الشغلة أنه نحن الشوك أو الصدمة على المدى الأصير الأكيوت ترم يعني ما بيسبب ضغري مرض قلب أو جرحة أو جلطة نحن نفهمها بالمفهوم الطبي لأنه القلب يعمل جرحة بده فيه شريين بده يسكر هلأ بالصدمة القوية كتير معقول يصير في عنا إفرازات للأدرنالين بطريقة كتير كبيرة بتخلي يصير طرقات القلب سريعة وبتخلي يعمل السباسم لشريين القلب فإذا المريض معرض وعنده قرردي هو مش عارف حاله عنده تديق بشريين القلب ما أقول هذا شيء قدّي إلى جرحة وإلى لا سمح الله وفاة أو خربت بكهربة القلب اللي بيؤدي إلى وفاة نعم يعني معناتها بده يكون هالشخص عنده استعدادات لحتى يعمل هالخطر الكبير على قلبه مش أي شخص يعني بيعمل مشكلة من بعد استرس بيكون بده يعيش مع مرض قلب يعني كل حياته نظبط بي بالمئة لأنه نحن الاسترس كتير مهم عنا بقصة القلب بس نحن نحكي عاللونج تورم استرس يعني الاسترس اللي بيصير على فترات طويلة ومتزامنة نعم بيلحظت اي تفضلت سوري لا تفضلت دكتور ايه بيلحظتها كنت عم تقول بيلحظتها إجمالا إذا كان كتير الشك قوي والإنسان عنده استعداد مثل ما قلنا لأمراض القلب ايه معقول يعمل مشكلة بيلحظتها نعم دكتور شو يعني استعداد لأمراض القلب وكيف الشخص بيعرف انه هو عنده استعداد هل هالشي وراسي هل هالشي بحسب يعني صحته وزنه كوليستيرال شو هي الاستعدادات الاستعدادات مثل ما أحكي أول شيء في شغل كتير مهم معطول نحنا ما نتغضع عنا شوي هي العامل الوراثي يعني إذا نحنا عنا بالعائلة في عامل وراسي لأمراض القلب نحنا هيدا بالجان طبعا هنا ضغر من التنقلة من باقي للابن أو للبنت أو للولاد والأحفاد وهيدا بيعرض يعني إذا عنا حدا بالعائلة توفى بعمر بكير معناتها في عنا استعداد للولاد أو الأحفاد كمان يصير في عندهم وفاة على عمر مبكري وشانا هيدا نحن ناخدهم بعين الاعتبار أكثر ونعملهم فصات دقيقة ومبكرة أكثر من غيرهم هذا بالإضافة إلى الإنسان هو بحد ذاته إذا عنده ضغط إذا عنده كوليستيرول إذا عنده سكري سكري مزمن له فترة إذا بيدخن إذا ما بيعمل رياضة إذا قاعد برا مكتبه بيشتغل ما بيعمل أي حركة هؤلاء كلهم بيعرضونا نحن نقللهم ريسك فاكتور إذا يكون عندنا استعداد لأمراض القلب دعم دكتور فخوري هل هالشي له علاقة كمان حتى بالفحص المبكر عند الأطفال يعني إذا في عامل وراسة كمان بتبلشوا على بكير عند الأطفال أو ما قالهم عليقة أمراض القلب عند الأطفال بأمراض الكبار بل على الطول في علاقة بس عند الأطفال في شيء نقل له شيء أمراض خلقية هذه ما إلا علاقة بالوراسة إذا الطفل أو الولد خلق مع أمراض خلقية تشوه بعضية القلب ثقب بالقلب أو بالصمامات هذه غير موضوع بس فيه أولاد نحن بنعرفهم كثير ومتابعهم على بكير بيكون عندهم فاميليا هايبر كولستيروليمي يعني هاودي بيكون عندهم كولستيرول بالعيلة وكولستيرول كتير عالي وهودي على عمر الصغير بيبلشوا ياخدوا علاج لهذه الأمراض لأنه على المضى القريب لحيسكروا شريينهم إذا كان كولستيرول عالي وبقي عالي ومتعلاج عندهم نعم دكتور فخوري أكيد اليوم يعني منسمع كتير بأنه ما بعد الكورونا في ناس صار عندهم مشاكل بالقلب مي على القلب يعني كأنه يعني مش بس على الرئة يعني القلب كمان كان لحظنا طبيا أنه قلوا علاقة مباشرة بالناس اللي عملوا كورونا وتأثروا كتير وكان عندهم مشاكل قدي هالشي كمان علمي ومزبوط مزبوط بس بتسمحيلي شغلة صغيرة قبل ما انهي موضوع للسترس لأنه حابب كنت أحكي كلمة بعد على اللونج تورم نحن حكينا الصدمة بلحظتها بس نحن عم نعيش صدمات لأنه بلبنان متواصلة متتارية ما منحق نخلص من المشكلة منعلق بمشكلة ومسيبة فهيدا اللونج تورم هيدا مثل انفجار بيروت مثلا أو شيء بس الصدمات والسترس على مدى طويل هيدا بيؤدي إلى كتير أمراض خطرة بالقلب ونحن بس نقول للمريض أنه في بعض الحكمة في بعض المرضى بينتقدوا أنه ذات الحكيم ما بيليق سبب بيقوله هيدا استرس مزبوط هيدا الكلمة الكلمة كتير مزبوطة لا ما بيعرفوا قديش الاسترس على مدى طويل بيؤدي إلى ارتفاع بالكوليستيرول بتركبه السريد بمستوى السكري قد يسترس بيخلي المريض يدخن أكتر مع أنه الضخان للمرة بيحلله مشكلة الاسترس طبعه أكيد بس أنه البيهيفير بتغير بيصير المريض يدخن أكتر بيصير يأكل أكتر بيصير ينصح أكتر بيؤدي إلى سماكة بالدم أكتر تكمين جلطات أكتر وسباسم على الشريين يؤدي إلى جواطات بالقلب وجرحات وأمراض قلب نحبيت بس نحكي عن هلكل كثير مهم يلي شرحته دكتور لأنه معك تعليقات بعض المرادة أنه شو خاص سترس بمشاكل الطبية والصحية وأمراض سترس أكيد على القلب ما أنه عم نحكي عن القلب له عليها كتير كبيرة وخاصة إذا كان مستدام مثل ما قلت مستدام متواصل أنت خلصت من المشكلة وقدرت حليتها أوكي بس المتواصل مثل ما نحن عايشين في لبنان مشكلة وراء المشكلة هذا شيء يؤدي إلى ارتفاع بعلوم الكوليستيرول وكل الكورتيزول وكل اللي حكينا نعم دكتور فخوري خليني أرجع لموضوع الكورونا والجلطات على القلب وعلاقتهم بجلطات الريئة وقدي ما بعد في ناس لليوم ما بعد كورونا عم يعانوا من مشاكل بالقلب يمكن ما كان عندهم إيها قبل مئة بالمئة نحن بعد ما خلصنا من أثبت كورونا نحن بعدنا من يومين نخلنا ألف ومئة مريض في لبنان مع أنه غير بلدين نزلوا كتير نحن بلشنا بالصور دوز لسنا ضعيف أدال في ناس عم يخبروني أنه أنا بالشطوية وفى بين كورونا أم توفيت خسرنا كتير نعم خسرنا كتير الناس من حب وعزيزين على قلبنا بسبب كورونا وبعدنا للي صحوا كمان بقلهم بعد ما خلصنا المتحورات اللي عم يصيروا معقول يرجعوا يصيبوا شخص يصيب بكورونا سابعا يعني نحن منا محميين لإخدين طعم نحن إذا نعني إخدين طعم يعني خلص نرجع لحياتنا الطبيعية بننظل نتوقع بننظل ننتبه لأنه عم نشوف عوارض متأخرة يعني ناس عملوا كورونا بعنوال سنة الماضية نحن اللي حصلنا سنة علق عم يشكوا من أمراض بالقلب طرقات قلب سريعة جلطات عم نشوف نحن بالكورونا ما فينا نقول بعد سنة ما نعرف كل شي نحن بعد سنتين من أول نولش الكورونا نحن بعد ما كتير طازة بالطب ما فينا نعرف كل شي بسرعة بدنا وقت وندرس التفاعلات على المدى الطويل نحن على سنتين في يقول أنه أنا عم شوف ناس عم يجو بطرقات قلب سريعة بجلطات على الرواية مع أنه ما عندهم ولا ريسك فاكتر صغير أنه عملوا كورونا من سبت شهر أو سبت شهر أو اثنين شهر فالتهاب عضلة القلب عم نشوف الحم دل أنه مش كتير ومش كل اللي عم يجع يعمل الاتهاب هذا الشي كالتخير الله بس لو في نسبة صغيرة عم تجع تعمل الاتهاب على عضلة القلب كاديميوباتي عم تضعف العضلة عم يعملوا ماء حول غشاء القلب بريكاردايتس ما عم بيصحوا منها هؤلاء أمور عم نشوف موجودة الأيام ستثبت أكثر أنه العلاقة بالكورونا 100% حتمية لأنه ما في غير سبب تاني علاج عم بيكون مثل ما منعيلي ضعف العضلة عادة أو ضعف التهاب الغشاء مثلا والجلطات بنفس طريقة العلاج بس هؤلاء كلهم يكون related to كورونا نعم دكتور فخوري كمان سمعنا ببعض الأحيان عن تأثير بعض اللقاحات على أنه يصير فيه ماء على غشاء القلب وسمعنا أنه الحمد لله هيدا الشيء بسيط خبرنا عنه أدي بسيط أدي بيضل هل علاج هاي مظبوط كمان بحب أحكي شغلي أنه ما في شيء دواء ما في علاج ما في لقاح ما في عنده شيء من الصيد افكت ولو 0.% بس موجود حبيت البناب دولة كمرة كنت عمول أنه كل العالم بتخذها في عندها صيد افكت مش كل العالم بصير عندها صيد افكت وحمد الله بس النسبة قليلة بالطب انت بتشوف الكورونا قد عم تعمل التهاب على غشاء القلب نقول عم تعمل بنسبة 20% من الاصيب وعم تعمل التهاب غشاء القلب الفاكسان بالمقابل عم يعمل 1% أو 2% انت بهيك وضعك كالجنة أطبك ناس مسؤولة عن نظام صحي بيتقبلوا الواحد بالمئة مقابل العشرين بالمئة نعم اذا اللقاح بده يعملي 0.5% التهاب بعضات القلب بينما المرض بحزيته يعملي 20% و30% بقبل اللقاح مع وحمد الله كل اللي عم يعمل من وراء اللقاح عم بيصحه هلأ بيطلع حدا بيقول انا بعرف واحد توفى من وراء الفاكسان واحد لما نحكي بمليار ما باقي انسان صار مطعم على الكرة الارضية هيدا البروبابيليتي نرجع بإليك نحنا بالطب نتقبلها لما نكون عم ننقص حيات ملايين أو مليار آخر مقابل واحد نعم طبعا كلام منطقي خاصة بجائحة مثل ما قال الدكتور عم بتطال كل الناس وما في مهرب أوقات من الموت من وراء الكورونا بدي اسأل كمان سحيح سؤال هيك إن شاء الله بمرات تانية منفوت بالتفاصيل بموضوع التمييل والميل ومين لازم يعمل الميل وكيف لازم نعمله بس خلينا هيك ناخد فكرة عامة كيف منتوقع من أمراض القلب أهم أول شي هيك عن بيب المزح ما تسمعوا أخبار يعني سوريا أنا على الجديد بس عم نقلكون ما يسمعوا أخبار لأن الأخبار لح تعمل سترس وهذا سترس المزمن لأننا كذا سنة في لبنان عم نسمعوا فالله هيعملنا أمراض قلب بس هيدا هيك الأهم شي الرياضة كنت عم بحضر قبل ما طعنا صوى على الهواء كنت بيتفت يعني ذكروا واحد مننا بيعمل نصف ساعة الصبح ونصف ساعة عشية سبور هذا كتير منيح للقلب من المال بيخفف السترس بيفضي طاقة بنشط القلب بحرك الدموية بيفتح الشرايين كتير مهم الرياضة يعني شغلة بسيطة نقدر نعملها كل يوم ببيتنا وإذا طلعنا لبرا على الطريق فينا نعملها نحن نتعي سبع بحلو أننا نمش بالطبيعة ونشأ هوا مضيخ ونعم الرياضة عرفت أنك تروح على البسيكولات على العيادة هيدا كمان من ضمن الوقاية مضبوط هيدا أهم شيء مية الوقاية وهذا سبور أنا إذا عندي شغلة كتير وما ملح فلقيت طريقة هين وحكير حلوة أنه بيت والمستشفى قريبة بقدير روح للبسيكولات فمن مال هي مش قصة توفير بنزين بس بتوفر كمان بتوفر ليه مش قصة بتوجع الكل وتاني شيء للبيئة نحن نفكر بالبيئة عنجاب بكافينا العالم اللي تضرب البيئة إذا نحن نقدر نخفف قدم فينا وتار شيء أهم أنا بنصح العالم كل يعمل رياضة إذا أنا لا نستطيع رياضة لأيلي ونستفيد كلنا نعم لكن رياضة أكيد نظام صح معتدل بالنسبة للوقاية من أمراض القلب أهم شيء ما يكون عندنا كوليستيرال وتريجليستيرال لا بأسر على الشرايين أكل أكل نحن كمان كمان كنا نعطينا ديئة مادية فالأكل بالبيت والطبخ بالبيت بعضه أكثر شيء صحي نبعد أكثر شيء عن الفاسفود أكثر شيء بضر الفاسفود فنوعية الأكل مارش نحن 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 كمية زيت القلب يبتدأ نمتنع كثير عن المقالة إذا نوقف المقالة كنسبة الملح بالأكد تكون خفيف كثير قدمة فينا أمراض بالقلب نحن نسحهم بالمرة يكلون بلا ملح يرقبوا ضغطهم ياخدوا إذا عندهم ضغط ما لازم ما علي أنا ضغطة 14 9 أقول 14 9 لا لو أنت ما تبرو نورمال هيدا مش نورمال السكري معدل السكري مخصول السكري لازم يكون مرقلاج شو بعدنا نحكي عنهم يعني مفروض نكون منتبهين على كل العلامات والإشارات نعمل فخصات دورية نستشير الطبيب لأن مشكلة القلب منها مشكلة عادية أوقات قد تسبب الوفاة وبطريقة فوجائية إذا ما كنا عارفين أنه شكرا دكتور روبير فخوري مرة تانية رح نحكي أكتر بهكي تفاصيل موضوع الميل اللي نسمع اليوم كتير أنه كتير ناسيك على صحة السلام بتعمل الميل شو بيأثر هالموضوع وقدي عنا أمراض اليوم بالقلب زادت واتطورت لأسباب مختلفة منها اللي عددت حضرتك اليوم شكرا لهالمداخل الطبية ترجمة نانسي قنقر